موسيقى Hello everybody أهلا بكم أحشتوني كتير طلابي الأعزائي أهلا بكم في أول سيشن أول محاضرة من الكورس التأسيسي عندنا 10 سيشنز عشر محاضرات هنبدأ فيهم أول محاضرة معنا النهاردة هنحاول نفهم إيه اللي هندرسه في الدورة التدريبية مع مستر محمود بص يا سي يلا بي ورا وقلم وركز معي إحنا اللي بتري الفترة دي هندرس مع بعض الآتي الإنجليش بتاعنا هتقسم معنا إلى فكاب فكاب كلمات هتقسم معنا جرامر لقواعد بعد كده حاجة مهمة أو اسمها سكيلز المهارات بص يا سي أنت ولا هتحفظ فكاب ولا هتحفظ كلمة ولا هتذاكر جرامر ولا هتكون لك علاقة بالسكيلز المهارات أمال إيه؟ إحنا هندرس عن طريق حاجة اسمها العقل اللي واعي طريقة جديدة طريقة مفيدة حاجة بدون أي مجهود كل اللي عليك أن انت تمسك الموبايل بتاع حضرتك ورا وقلم السماعة بتاعتك وتبتدي تدرس معايا عن طريق العقل اللي واعي يعني بعد ما تتفرج على الفيديو اللي هو تقريبا 20 دقيقة مش هتحتاج أي حاجة تاني خلاص ولا هتذكرها ولا أي حاجة يلا بينا تعالى نشوف هنبدأ إزاي أول حاجة الإنجليش كورس اللغة أو الدورة التدريبية بتاعت الإنجليش بتاعتنا أي لغة في الدنيا أي لغة بتكون معتمدة على حاجة اسمها four skills four skills أربع مهارات الأربع مهارات أربع عمل عشان اللغة أمة حضرتك صح تعتمد على four skills أربع مهارات number one رقم واحد reading reading الكراءة محدش فينا بيكرأ لازم من النهاردة نبتدي نشتغل على نفسنا شوي reading الكراءة number two writing 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 الكتابة محدش فينا بيكتب علشان كده بنواجه المشكلة في اكتب مقال أو اكتب موضوع تعبير بنواجه المشكلة كبيرة من النهاردة هنشتغل مع بعض number three listening listening الاستماع مشكلتنا نحا بنسمع إنجليش غلط very much وشاكت وحاجة آخر قرأ النهاردة احنا هنطور الكلام ده عندناش وقت عندناش وقت عندنا طاقة وباور وشاغل number four أربعة speaking speaking التحدث لو قرأت كتير لو بدأت تكتب وبتسمع إنجليش مظبوط هتلاقي إن مهارة ال speaking عندك تزبطت جد مقسمين الإنجليش بتاعنا إلى topics topics دي هتكون موضوعات يعني إيه مستر موضوعات دي هنعمل فيها إيه؟ الموضوعات دي هتقسم كل session كل حلقة موضوع مختلف عن التاني كل موضوع شامل بعض الكلمات والجمل اللي هتدرسه عن طريق العقل اللواعي يلا بينا نبدأ مع بعض أول موضوع نتكلم عنه يا شباب هو الفاملي 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 فاملي يعني العائلة مستر تقريبا أنا عارف بعض الكلمات في الفاملي أنت كده مش هتبدأ صح لازم عشان تبدأ صح يكون بعض الأجزاء انت عارفها ولكن هنزبطها لحضرتك شكل مختلف هتقول بالك معايا عشان هنضع كل كلمة في جملة من هنا هتتحفظ عن طريق العقل اللواعي يلا بينا الفاملي أهم الكلمات اللي موجودة عندي كلمة ماذا ماذا بس 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 معي ماذا مش ماذر 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 يعني الأم وبتساوي في المعنى مامي 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 أو مام مام فأنا عايزك بقى النهاردة طول ما انت ماشي في الشعر كده ماذا مامي مام ماذا ماذا مامي مام وإيه تتدي تبراكتس ماذا هنحط كلمة ماذر في سنتنس في جملة I love my mother I love my mother فأنا عايزك تقول الجمل دي ورايك كتير I love my mother ايوه نحب ماما ونحب حد تاني عشان عارف ان في نية هنا مش مزبوطة انت عايز تقول I love my ها البت I love my mother number two My mother is very kind kind بصوا شباب بصوا المتعة كده وانت بتكلم I love my mother انا عايزي كون في ري اكشن على وشك انا عايزك تروح تقف ودام المرأة كتير من زي I love my mother وصل الجملة التانية My mother is very kind ماما طيبة جدا يعني لو انت بتكلم مع باباك او مع اخوك او مع اختك وعايز تقولهم ان ماما طيبة تقولهم للضملة دي My mother is very kind My mother is very kind حتى لو انت قاعدوا الدم جاتي ومش فاهم انا بقولي تعبيرات وشي بتقول ان ماما طيب My mother is very kind Next Number 2 رقم اتنين Father 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 Daddy Thank you daddy Thank you daddy Daddy Father Father Daddy لاثنين بصوا بعض او داد Father Daddy Dad Father Daddy Dad Father Daddy Mother 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 Mommy 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 Mom Father Father Daddy او داد حطه في جملة My father is a doctor بابا يكون طبيب من هنا انا بقولك انت ازاي بتكون جملة بس من غير ما تحس هاد از بقى انت عليه My father is a doctor Doctor اه اه مش دكتر يا دكتور دكتور My father is a doctor دكتور دكتور My father is a doctor Number 2 My father always helps me My father always بابا دايمن Helps me Helps me بيساعدني بابا دايمن بيساعدني Next لبعده Parents 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 Father Mother بابا وماما مع بعض الاتنين الوالدين Parents 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 الوالدين My parents My parents are kind My parents are kind My parents سر من اسرار اللغة الانجليزية ان انت تopen your mouth افتح لي فم حضرتك انت تنتق لازم الفم يكون مفتوح شوية هتنتق انجليز احسن مني زي الاجانب بالظبط My parents are kind I love I love I love I love With my parents I love With 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 my parents انا اعيش مع والدية Next Brother 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 اخوك اخوك اسمه Brother وانت ساعة تقول لنا Bro Bro Brother 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 يعني اخ تعال نشوف اول جملة على ال brother I play With my brother انت الجملة تاني انت تاني هو ده الكورس هي ده الدورة التدريبية مشكلتنا ان احنا نعرف الكلمة بس بس مش بنحطها في جملة I play With my brother My brother is a fuckler My brother My brother is a fuckler My brother is a fuckler My brother Sister 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 أختك أو أختك اسمه Sister My sister is a teacher My sister is a teacher أختي معلمة أو مدرس I watch TV I watch TV I watch TV أنا وشادي التلفاز With my sister I watch TV With my sister Grand Grand grandfather Grand grandfather grandfather Grand جدي أكبر حد بقى موجود Grand grandfather My grandfather My grandfather is a great person مستر محمود أنا عايز أقوله لحضرتك أن My grandfather is a great person جدي هو شخص عظيم أنت الجمل خلي لسانك يروح الجام خلي لسانك يطلع له عضلات في النطق My grandfather writes writes novels جدي بيكتب روايات writes novels قلها على بعدها My grandfather writes novels Next Next Grand grandmother Grand mother الجدة الجدة اللي هي الستك اسمها Grand mother Grand mother My grandmother is so beautiful beautiful أو beautiful beautiful أو beautiful My grandmother is is so beautiful أنا عارف إن إنت عايز تقوله على حد تاني beautiful أنا عارف ولكن إحنا هنا بنتكلم عن my grandmother my grandmother my grandmother tells me stories tells 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 يعني بتحكي لي stories كصص تيتا بتحكي لي دايماً كصص Next المصص أم 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 أو الخيل بتح حضرتك اسمه أم 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 هاي أنكل أم 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 طيار تقدر تشيل كلمة بايلت وقول داكتر عيش My uncle gives me a lot of money My uncle gives me بيديني a lot of money الكثير من المال كنت في عيد من يومين ثلاثة وبناخد الهداية فممكن تقول القملة دي My uncle gives me a lot of money My uncle gives me a lot of money عمي بيديني فلوس كتير next aunt 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 خلتك مديحة بقى أو عمتك مديحة اسمها aunt aunt مش طانت هلا هلو يا طانت لا aunt My aunt is so talkative talkative My aunt is so talkative حد يارف يعني talkative رغاية عمتي أو خالتي تكون رغاية يبقى aunt هي العم أو الخالة My aunt lives in Alex My aunt lives تعيش في Alex في الأسكندرية كل دول عيالهم بقى ولد أو بنت بنقول عليه cousin cousin cousins I study with my cousins أنا بدرس مع أولاد عمي I study with my cousins I have five cousins I have five cousins cousins Sorry نعيد نعيد I have five cousins I have five cousins أنا عندي خمسة أبناء عمي son son اللي هو ولد أو الابن يعني الأب لما يجيب ولد أو يخلف ولد يقول عليه ابني الابن اسمه son يعني تاني مع بعضينا كده شباب أنا عايز أقول مثلا ابني بيلعب أقول my son my son يبقى الابني يعني son my son is two years old ابني عنده سنتين فقط two years old my son is handsome handsome ابني وسيم handsome daughter 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 الابنة أنا لما أخلف بنت أقول عليها بنتي باباكي لما يقول عليكي أنت بنتي فيقولك my daughter بنتي my daughter is lovely بنتي تكون جميلة جدا I have two daughters I have two daughters أنا عندي بنتين لو باباكي عنده بنتين أنت وأختك يقول الجملة دي I have two daughters أنا عندي بنتين husband 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 يعني زوج الراجل الراجل اسمه لهو الهزبن زوج husband husband my husband is a writer زوجي يكون writer كاتب my husband travels a lot my husband travels a lot زوجي بيسافر كثيرا wife 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 الزوجة البنتي بقى wife wife my wife is a hard working person my wife يعني زوجتي شخص مكتهد زوجتي شخصية مكتهدة my wife is a hard working person my wife my wife are so funny عالتي أو قريبي كلهم funny مضحكين يعني و مريحين جدا الهومورك عندنا هومورك يا شباب الهومورك بتاعنا النهاردة هيكون كالاتي مستقرحنا لسه بدأنا عشان ناخد واجب لا 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 دي حاجة خفيفة جدا make a short story أنا عايز قصة قصيرة طب قصة قصيرة عن ايه about your family عن عائلتك يعني أنا ممكن أخد الجمل اللي تقلب دي طبعا قول نفس الجمل أنا بلعب مع أخويا و باكل مع أختي و بشاهد التلفزيون مع جدي و بابا بيساعدني و ماما بتطبخ و زوجتي و أخواتي و أبناء عمي حطيلي الكلام ده كله في short story قصة قصيرة لازم الألم يشتغل معك next how to introduce yourself إزاي بتقدم نفسك an-an-an-an جينا في أخطر جزئي how to introduce yourself إزاي بتقدم نفسك عندنا مشكلة كبيرة قوي واحد يقول لك my name is محمد my name is محمود محمود إيه و محمد إيه إنت لغاية النهاردة وصلت لتالتة إعداد يقولها سنوية تانية سنوية تالتة سنوية ولسه مش بتعرف تقدم نفسك كارثة موضوع خطير جدا بجد يا شباب لازم إزاي بتعرف تقدم نفسك بالإنجلش how to introduce yourself يلا بينا هعلمك إزاي تقدم نفسك بأسهل طريقة number one رقم واحد هتبدأ وتتكلم عن الإسم I am شو أزمن لك حاجة تاني I am والإسم حضرتك هنا في المكان ده يعني إسمك مثلا وليكن علي I am علي I am محمود I am بيش عكبك I am تقدر تقول my name is اللي إحنا بنختصرها كتير وبنقول my name is my name is my name is وحط اسم حضرتك هنا في المكان ده my name is علي وليكن يا إما دي يا إما دي I am علي أو my name is علي واحدة من الاتنين بس رقم اتنين number two I am years old I am وحط عمر حضرتك في المكان ده والyears old I am محمود I am 30 years old أنا عندي 30 سنة بالنسبة لحضرتك معظم اللي بيتفرج معانا النهاردة يا إما 15 15 يا إما 16 16 يا إما 17 17 يا إما 18 18 إلى آخر فهتحط العمر بتحضرتك هنا ولنفترض أن أنت 15 سنة فتقول I am 15 years old I am 15 years old أنا عندي 15 سنة اسمك سنك عطول three I am a student I am a student أنا طالب I am a student in أنا طالب فيه وللمرحلة بتاعتك يعني خلانة أفطالب أن أنت فيه أعدادي هتقول prep prep three I am a student أنا طالب in prep three في تالت أعدادي the student أنا طالب في الجامعة إلى آخر يبنون لهم مع بعض الشباب I am محمود I am 15 years old أنا عندي 15 سنة بفترض I am a student I am a student in secondary one أنا طالب في الصف الأول السانوي number four I love in كايرو I love in جيزة على حسب المدينة اللي انت عيش فيها عيش بطنطا كايرو أليكس whatever I love يبقى أربع حاجات I am علي I am 15 years old I am a student أول ثلاث خطوات بتعرف فيه من نفسك I am I am I am I am واسمك I am وعمرك I am وانت طالب فين بعديها I love أنا عيش إن كايرو إن جيزة I have أنا عندي two brothers and one sister أنا عندي أخين ولاد وأخت ابنت I have two brothers and one sister طيب انت لو عندك أخت واحدة بس تقول I have one sister only لو أنا عندي واحدة بس only فقط my favorite sport رياضة المفضلة my favorite hobby هوية المفضلة is ويتقول يعني نفترض إن واحد فيكم بيحب القراءة يبقى my favorite hobby is هوية المفضلة تكون مثلا reading 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 يعني الكراءة thoughtful رياضة المفضلة كورة القضاء ضروري يا شباب نعيد الكلام ده نعيد أهم حاجة إزاي تقدم نفسك هنقول الست خضوات مع بعض I am Mahmoud I am 30 years old أنا عندي 30 سنة I am a student أنا طالب وتقول بقى أنت في مرحلة إيه I love in Giza أنا عايش في Giza I have two brother and one sister هندي أخين وأخ my favorite sport is football my favorite hobby is reading على حسب الهواية أو الرياضة اللي عندك هو جينا بقى لفاقرة sounds الأصوات ركز بقى أوي معي فاقرة الأصوات مهمة جدا يا شباب الحرفين الت واله مع بعض بيعملوا إيه؟ تعال نشوف بينقسموا معانا إلى جزئي بينقسموا معاك إلى جزئي الجزء الأول الت واله الصوت حرف الت مع حرف اله بيدينا حاجة تاني خاص رقم واحد بيدي لحضرتك ذ 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 يبقى الصوت الأولاني تحس إن هي ذ 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 طب بص كده معايا ذ ذ ذ ماذا الذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ تعال نشوف ثري ما ينفعش أقول مجيش صوت الث لي معانا مخرجين ذا أو ثا ثري ثانكس باث تيث تيث ثينك ثانكس شكرا خلي بالنا من صوت الث والآتش نيكست الحرف الإي مع حرف العر بيدونا صوت برضو حلو جدا زي سيستر ماثر فاذر تيتشر لو جيت ركزت في الآخر كانت لان هر سيستر ماثر فاذر تيتشر انا نثبت هنا الصوت بتاع ال E R سيستر ماذر فاذر تيتشر ال E وال R في الاخر R Next كده يا شباب نقدر نقول ان احنا انهينا السيشن 1 السيشن خفيف ما فيهوش اي مشكلة خالص بس اقول اخر واحد اخر حدي اخر حدي مرسوا الحفة رحت مطعم فهي واحدة كده طلبة رز رح الويتر الجرسون رح مسكها و رح رميها برا المطعم قعدت شهر بعدها رحتلو قالتلو ما تزقش Sorry 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 يا شباب يعني كوميك سو كده كده خلصنا سيشن نمبر 1 الحصة الاولى معانا تابعني و ما تنسانيش في السيشن نمبر 2 في الحصة رقم 2 الى اخر و ما تنسوش ان احنا عندنا هومورك واجب ان احنا نكتب شورت ستوري قصة قصيرة عن your family باي باي شوفكو في الحلقة التانية ان شاء الله باي 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 ب